اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويفعلوا زيل الجرس لكي تصلوا بكل ما هو جديد ونبدأوا على بركة الله بعد ما تبطنا الخيط في المستطيل نخذ الخيط اللي بللو المزدوج ونضعوه بطريقة هذه الآن نخذ واحد القطع من الخيط اللي بللو الأبيض أو بأي لون حسب الخيط اللي ستستعملها حسب الألوان كنوضعوها بهذا الكيفية كيف ما شادتم معنا وكمشيوا بهذا الطريقة هذه العقد كيف ما كتشوفوا معنا اذا فما بين كل عقدة كنعملوها فالخيط الأبيض كيمشي طارة واحد اتجاه تنازلي وطارة أخرى كيمشي في واحد اتجاه تصاعدي يعني فالعملية بسيطة وواضحة كيف ما كتشاهدوا معنا اذا فاحنا الآن على وشك الانتهاء من على الطرف فبعد ما كنكملو ستة سنتيم ديل العقد كنمشيو الطرف الآخر وكنعيدو نفس العملية اذا فبعد ما انتهينا من المرحلة الأولى كنقوموا الآن بجمعة الطرفين كننخضوا هذه القطعة ديلة ثلاثين سنتيم من الخيط وكنباشروا عملية العقد بنفس الطريقة لطريقة المكرامي حيث كنعملوا قرابة عشرة ديل العقد والآن ما بقى لنا إلا نختموها هذه العملية بإضافة زوج ديل العقيقات واحدة في كل طرف كنعملوا واحد الوقض على طريقة السيربون وكنزولوا بقاء الخيط اعزائي المشاهدين فهذا هو الشكل النهائي ديل الابراسلي دينا بعد ما كملناهم اللي كيجيوا ممتازين فشكل ديالهم كيفما كتشاهدوا معنا فكنتمنى ان هاد العمل هنا لإعجابكم قبل ما تخرجوا ما تنسوش ادعمونا اكتر باللايكات ديالكم استجعونا لتقديم مزيد من الأعمال ان شاء الله والآن ما بقى لي إلا نوداكم على أمل اللقاء بكم ففرصة قادمة ان شاء الله دومتم في رعاية الله وحفظه رمضان مبارك كريم والسلام عليكم ورحمة الله الله تعالى وبركاته شكرا شكرا